أستاذ عدي يعني بعد التجربة التي خاضتها القوة السياسية في المرة الأخيرة يعني بعد الانتخابات النيابية الأخيرة أنا أعتقد أنه من الواضح بات من الواضح أن التيار والإطار خطان متوازيان لا يلتقيان يعني السيد مغتدى الصدر لا يفكر مرة أخرى بكسب أي جزء من أجزاء التيار ولذلك تلاحظ الآن خطاب السياسي يعني منذ انسحابه ولحد الآن عندما يتحدث عن الفاسدين يشملهم جميعهم ولا يستثني أحد وعندما يقول أنها حكومة بن العباس بمعنى أنهم كلهم عباسيون ليس فيهم علوي واحد وعندما يتحدث عن الفساد يتهمهم جميعا وعندما يتحدث عن كما وصفهم في خطابه الأخير في ذكرى استشهاد الشهيد الصدر الثاني عندما وصفهم بالمفاوضين مع الولايات المتحدة الأمريكية شملهم جميعا فإذن حقيقة يعني الواقع السياسي الجديد هو أن التيار والإطار خطان متوازيان لا يمكن أن يجتمعا من الآن فصاعدا فما هي نقاط قوة سيد مقتدى الصدر مثل ما تفضلت بسؤالك طبعا أنا في رأي حقيقة كمتابع وقريب سواء كان من الإطار أو من التيار أنا أعتقد أن نقاط قوة التيار أكثر بكثير من نقاط قوة الإطار الإطار يمكن عنده نقطة قوة وحيدة سيد مقتدى الصدر يفتقدها وهذه طبعا حقيقة يعني أنا أعتبرها وكثير جدا من العراقيين يعتبرونها يعني شيء حسد وليست متلبة نقطة القوة شنو؟ أن الإطار يتحرك بأوامر الجمهورية الإسلامية في إيران أو حتى أكون أدك بأوامر المرشد الإيران الأعلى السيد مقتدى الصدر أثبت وللمرة المليون أنه شخصية وطنية وشخصية عراقية لا تتأثر بأي قرار من خارج الحدود طبعا هذا لا يعني أن السيد مقتدى الصدر عدو الجمهورية الإسلامية لا أبدا أبدا إنما يمتلك قرار الوطني ويمتلك الحس الوطني طيب الذي يؤهله لألا يعتمد أو ينتظر قرارات من خارج الحدود هذه هي الفارق بينه وبين الإطار أما نقاط قوتة إذا سمح الوقت يمكن أن نتحدث عنها فيما بحد لا أعتقد إذا أردت أن تختصرها بأكل أختصرها نعم أولا السيد مقتدى الصدر في الانتخابات النيابية الماضية حصل على الأغلبية وإذا في المرة الماضية حصل على 73 مقعد ففي المرة القادمة بعد هذا الفشل الذي أصاب الإطار وحكومة الإطار فربما يتجاوز المئة وعشرين أو كما يعني يتوقع كثيرون يتجاوز المئة وخمسين ولهذا السبب هو سمى تياره بالتيار الوطني الشيعي ليكون الممثل الحقيقي على الأرض على الأرض للمكون الشيعي المكون الأكبر في العملية السياسية ترجمة نانسي قنقر